اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسناعنا وأمصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلهم وارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر هرنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الناق مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إضاك والجنة ونعوذ بك إن سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم لك الحمد على كل حال ونعوذ بك اللهم من حال أهل الضلال لك الحمد كله ولكه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا